اليورو يشارك 14 لاعب من هذا الدوري على رأسهم كريستيانو رونالد هو كان بزاف لاعبين آخرين ربما شيء يؤكد بأن الدوري السعودي أصبح مهما جدا في العالم أولا بسم الله الرحمن الرحيم أنا جيد سعيد أولا بتواجدي معك الأخ وأنت من الصحفيين المميزين صراحة في العالم العربي شكرا بركنا وأنا أسعد دائما بتواجدي معك والحديث معك أنت تتحدث في أشياء كثيرة في الاقتصاد السياسة ولكن يسعدنا كذلك أننا نتحدث معك حتى في ميدان الرياضة وأنا جيد سعيد بتواجدي هذه الأمسية معك بالنسبة لكرة القدم العالمية في تغيرات كثيرة جدا تحدث الآن خاصة في العالم العربي وبالتحديد المملكة العربية السعودية هذه استثمار كبير جدا من أجل الوصول القيادة الرشيدة في هذا البلد تأمل أنها تصل إلى واحد من أفضل عشر دوريات في العالم لربما واحد من أفضل خمس دوريات في العالم نعتقد أنهم يسيرون رويدا رويدا عبر هذا والدليل يعني جايما ذكرت أخي الكريم خمسطعش أو ستعش اللاعب متواجدين في الأورو هذا دليل على ما يحدث وهذه التغيرات التي تحدث في دوري السعودية صحيح حتى صحيفة القاردين البريطانية مش نعطي للمشاهدين بعض المعلومات تقول بأن يورو 2024 بطولة أوروبية لكن أبعادها أكثر من ذلك تحديدا للسعوديين الذين سيكونوا واستعداء بما يقدمه لعبوهم مثل الفرنسي ناغولو كانتي البرتغالي كريستيانو رونالدو وهي رسالة لكل من يتفاوضون معه ليروا أن المجيء للسعودية ليس للاعتزال وإنما للعب كرة القدم وشد الانتباه ونظن حتى عندك لعب في الأخدود سيزكريه هو لعب من جورجيا هناك لعبين اثنين سولومونيا كفير كفير هناك بوركا من رومانيا موتواجد وكذلك في السنة متواجد لقم الدفاع الجورجي متواجد في هذه الدورة يعادة إلى الموضوع الذي يقال أن اللاعبين في أوروبا الآن الذهابون إلى السعودية من أجل الاعتزال لكن شفنا 16 اللاعب في هذه الدورة إذن واحد من أفضل لعبين لكانتي متواجد وهو أفضل لعب في اعتقادي شخصي الآن في الأورو وفي المنتخب الفرنسي يقدم أداء كبير جدا وبالتالي هذا دليل وتواجد رونالدو كذلك في الأورو هذا دليل على قوة الدور السعودي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر